مساء الخير من القناة الثانية دوزيم هذه المرة على بركة الله حصة جديدة مع الرمضاني وشكون مع الرمضاني في هذه الأمسية هي مغربية مسلمة في خدمة الثقافة اليهودية درستي التراث ودرستي الإعلام فتخصصت في التنقيب في ماضي وحاضر المكوني العبري في مكتبها أو عبر الأثير تبحث عن تمغريبيت في الناس الملاح زهور حيحل محافظة المتحف الياهودي بالدار البيضاء مع الرمضاني زهور حيحل مرحبا بك مع الرمضاني الله يكبر بك سيدي شكراً رح حشمان منك شوية وخائك كلها العاد يمكن حشمان منك شوية ولكن فرحان أنا حيت انتي معنا اليوم في القناة الثانية مع الرمضاني ومش حالها دي وأنا عندي بزاف دي الأسئلة غنحاول نطرحها اليوم على زهور الرحيحل أول حاجة مرحبا الله يطول لي عمرك أول حاجة غتكون دارة بزاف دي الناس في رأسهم مسلمة والليهودية زهور رحيحل هذا سؤال يستفزني آه يستفزك السؤال يستفزني كثيراً لماذا؟ لأنه مش في محله لأنه في التقافة خصوصاً في الميدان دي في التخصص دي الاتحافة أو علم التحافة ويعني في مجال ملكة كل مهنة دي لك محافظ متحف أو مجموعات متحفية يعني الهم الوحيد والأول هو كيفية الحفاظ والصيانة مجموعات متحفية تنتمي إلى أرض ما أو إلى وطن ما أو إلى بلد ما ما كتهمش الديانة لا يا ما كتهمش يعني الانتماء الديني يطرحه جانباً وهذه كتبقى مسألة شخصية مهم لكن هنا قد دخلش شكل عيبات الله أو الثاني مع العلم أنك نعرف أنه زهور رحيحل ماشي يهوديات أنا مغربية أولاً أولاً ومسلمة ثانياً ومسلمة ثانياً هنا فينك الاستغراب وكي قل لك مسلمة ولكن يمكن من الناس اللي حافظين الذاكرة دي الثقافة اليهودية في المغرب هنا فينك استغرب مشيق المسلمين تالي يهود كي يستغربوا لا شوف أبداً هذا الاهتمام دي لكل واحد كتمشي على حسب الاهتمام ديالك على حسب يعني الوسط العائلي الأساري الاجتماعي إلى غير ذلك فينك يتربى الفرد ولكن هذه المسألة لأن الرافد العبري أو للثقافة اليهودية هي جزء لا يتجزأ من الثقافة والحضرة المغربية وهذا واجب على كل مغربي سواء كان مغربياً مسلماً أو مغربياً يهودياً وصيانة وحفاظت ذاكرة الجماعية المشتركة وحفاظت جميع الروافد المكونة للهوية التقافية المغربية المتعددة يعني أنه من واجب المغربي اليهودي أن يحافظ أيضاً على المكون العربي الإسلامي أو الأمازيغي وأيضاً نحن من واجبنا اليوم أن نحافظه على جميع روافد أن الرافد العبري أو الرافد اليهودي المغربي هذا تخصص ديالي ولكن نحن نحاول أن نعطيه واحد النموذج أو واحد المثال أن على عاتق كل مغربي أنه يسام في الحفاظ على المكونات الأخرى يعني هذا خصو شجعنا باش نحافظه على المكون الصحراء والحساني المكون الأندلوسي اللي هو أيضاً جزء مهم في التقافة المغربية المكون المتوسطي المكون الأمازيغي هذا شيء اللي كتنص عليه يعني كتنص عليه تصدير دستور المملكة المغربية لسنة 2011 هي الهوية المغربية فيها تعددية ما يمكنش نعزلوه حاجة على حاجة ولكن فيما يتعلق بالاهتمام ديالك للأزهور كنظن على حسب ما بحثت وقريت وسمعت هذا شيء من الصغر زياداً ما شيء حتى قريتي في الجامعة أو لا تخصين بعد لكن من الفترات المراهقة ديالزهور حيحل أهتمت بالثقافة اليهودية شنو الحاجة اللي أديك الانشات فيك هذا الاهتمام للأزهور أنت بيضاوية وبنت الدار بيضا بنت الدرب السلطان بنت الدرب السلطان تحديداً الرياض العالي الرياض العالي الحمض الرياض العالي قلنا الرجويين عاو تاني بدروا بالسلطان ما عاش غنديره دابع ما عدنا ما ندير الله يكبر بيكا سيني تفضلي لا أشوف لأن أنا بالنسبة لي شخصياً أنا ما كان شكلش استثناء لأن بالنسبة لي المغربة كلهم المغربة المسلمين عندهم واحد ذاكرة يهودية قوية جداً لأن ما كان شي ضار ما كان شي فرد ما كان شي مواطن مغربي من مسلم ما غادش أحكي لك الحكايات اللي كانت تحكيهم للجدة دياله وللجد دياله وللأبد دياله على ذاك الوقت اللي كان فيه وحد تعايش فاش كانت جماعة يهودية كبيرة وقوية من حيث العدد لأن اليهود كانوا يتواجدون بكثرة في المغرب كانوا في جميع الجهات وفي جميع المناطق في جميع المدن وفي جميع القرى والدواوير وفي الجبال يعني كانت عندنا جماعة يهودية كبيرة جداً من حيث العدد وكانت تعدوا أكبر الجماعات اليهودية في حوض البحر المتوسط وفي العالم العربي في العالم العربي في العالم العربي يعني هذا شيء طبيعي أننا نهتمو بهذه الناس خصوصاً بأنهم هاجروا ومشاوا إذن المسؤولية بقات علامة بقات على هذوك اللي يبقوا هنا يعني خاصنا نفهمو الترط ديالنا والثقافة ديالنا والتاريخ ديالنا باش ما يجي شي واحد أخر يعلمنا أشنو عن نحنا يعني الشرعية والمشروعية عن نحنا أنا اللي خاصني نضبط التاريخ ديال البلادي والثقافة ديالي والتوراة ديالي ومن خليش الآخر أو الغير اللي هو كي يجي من بره وكيفهم عليا وكيفهم افتقافة عليا يقريك شنون تعمل وشكو لك أنا اللي خاصني نقريه لأننا من اللي كان نتحدث عن الهوية اليهودية للمغرب أو الداكرة اليهودية للمغرب هذه الداكرة اليهودية ره هي مشتركة مشغل نتعليهود هذه أولاً وقبل كل شيء هي ملكة للمغرب للبلد للوطن إذا نخصنا نعرفوها ونبحثو فيها ونحافظو عليها باش ما تتراش لهاش عملية يعني السطو عليها لأن أي حاجة مغربية عند الخصوصية ديالها وهذا هو المسؤولية ديالنا نحافظو على المخصوصية المغربية للترات المغربي للحضارة المغربية هذا شيء كله اللي كتقول ليه مثير للانتيباه ونرجع فيما بعد للظهور غير في المسار ديالك الهتمام ديالك طبعاً قرأتي التراث قرأتي الإعلام من بعد غيرت التحقيق بالمتحف والمتحف التراث اليهودي في الدار البيضاء بزاف الناس كيسمعوا بأنه كي متحف ولكن شنو دوروا بالضبط شكي دير هاد المتحف ولكن قبل ما نجي المتحف السرمداني يعني أن نوع الدراسات يمكن أن يكون واحد العامل أو عنصر يعني كيدفعك تهتم بشي حويجات يعني أنا خريجة المعهد الوطني لعلوم الآثار والترات تخصص أنتروبولوجيا في الأنتروبولوجيا ديماً هناك اهتمام بدراسة الآخر الغير وبحكم تخصص هذا أنا حاولت بحث على شكونا هو الآخر في مجتمعي في المجتمع المغربي إذن كان ذلك الآخر هو اليهودي اللي ما بقيتش كنتشوفه أنا ما قريتش مع اليهود وبس كنتش في حمد اليهود ولكن هذا مرتبط أيضاً بهذاك الداكرة المشتركة اللي يحكيوها للوالدين ديالي لأن المغاربة كيفما قلت الجيل ديال الوالدين ديالي عاصر هذوك اليهود فاشكانوا هنا بكترة يعني في ذلك تخصص ديالي هو اللي جعني أنني كان هتم بهذا المورود الثقافي العبري المغربي والذي زاد أدفعي أكتر لا يعني أنا فاش كنت أنا خريجة في سنة ١٩٩١ من متحف من المعهد الوطني العلوم الآثرة والثورات يعني فوج الثاني كنت أول يعني أعوذ بالله من قولي أنا كنت أول يعني طالبة في المتحف تهتموا بالثقافة اليهودية وباليهود المغاربة وأيضا من بعد فجتلتحقت بالمعهد معهد العالي للصحفة للصحفة سابقا يعني كنت أول طالبة أيضا هتمت بالبحث في المورود العبري أو في الثقافة اليهودية وكان سهل في ديك المرحلة؟ لا ما كانش سهل لا ما كانش سهل اليوم سهل بزاف لأن شوف شنطرة وتحولات وتطورات إلى غير ذلك في ذلك الوقت مليك تكون باحث طالب مغربي مسلم كانت هناك صعوبات لأن الآخر اللي هو يهودي ما كيف فهمكش علش أنت مسلم كي تجيك تبحث عني لأن اللي كان شائع جدا وهذا يلي بغيت نترلك لها الانتباه أن مثلا في المعهد مليك تكون يعني بالأبحاث ديالي دايما في البيبلغرافيات ديال الباحثين كتلقى دائما الباحثين اللي كيهسموا باليهودية المغربية هم إما يهود أمريكان إما يهود مغاربة أنفسهم إما باحثنا أوروبيين ما تلقاش مغربي مسلم لا ما تلقاش في المجال المتحفي في مجال أنتربولوجيا لأن كم يمكن أن نقولوا لأن مثلا الناس يكن بين مؤرخ كبير في المسألة اليهودية عن ناس يجمع بيضاء عن ناس يحتيم عنا أسماء في التاريخ ولكن فيه متعلق في الاتجاه وفي البحث وفي التخصص الأنتربولوجيا وفي التخصص المجموعات المتحفية يعني أنا متخصصة في ما يسمى بلاجوديكا مغوكين يعني كل ما هي مجموعات متحفية تخصوا التراث اليهودي المغربي في المغربي سؤال وغدت جي المرحلة ديال المتحف في الدار البيضاء طبعاً وغدتكون يعودت أني أول مغربية هذيك أول دايماً بقعت أول وغدت قيواق إلى أول هو أول متحف أول متحف أول متحف أو هذا المكون العبري من الثقافة المغربية باش نعجبك باش مشي معك بنفس الخطاب نشوف المتحف إذا ما اليوم إحنا سعداء أنك إنا المؤسسة الوطنية للمتحف لأنها قامت واحدة عمل جبار فيما يتعلق بإعادة يعني تجديد المتحف المغربية هذا شيء رائع المتحف هي هي وسيلة للبحث هي أيضاً وسيلة بيداغوجية عندها واحد دور مهم لأنها كتكمل يعني الدور الذي تقوم به المدرسة يعني المدرسة ما يمكن لها تحرك لك التاريخ كله للثقافة ديالك كله وللترورة تورات ديالك كله وأنها تنبش في الهوية ديالك ولكن هذا هو دور المتحف 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 مهمة اليوم ما خصنا كل مدينة كل جهة كل قرية يكون فيها متحف لأننا عندنا تورات غني ومع هذه المسألة ديال العولمة نحن يعني ونقوموا بعملية يعني أرشة فنس آه ده بخصنا نجمعو إحنا في واحد المرحلة خصنا نجمعو ليج معنا وانتي كنظنك تدير هات الدور من خلال المتحف ومن خلال كذلك برنامج ديال الناس الملاح اللي تهوى أول برنامج اللي كي يهتم بالثقافة اليهودية أو المكوية العبري في المغرب يعني عندك الفرصة في نجمعي وتجمعي أنا أنا ما كان حسراسي أنني محدودة أول 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 لا لا لأنني ذاك شيء اللي درست التخصصة ديالي كلها رأي اللي خدمة بي الحمد لله يعني تخرجت كمحافظة متحف واشتغلت في المتحف اليهودي المغربي بحكم تخصصي والفضل يرجع إلى المرحوم شمعو ليفي لأنه كان أستاذ ديالي يعني هو المدرسة التي تكونت في إطارها هو اللي اختارني لأن الفضل كيرجع لي وكيرجع للمسؤولية الجماعة اليهودية اللي يعني يختاروني باش نقوم بهذا المرحوم هذه وأنا سعيدة جدا من بعد سؤال ديالك الآخر يعني ديالناس الملح هو مكمل ممكن لكش تصورة السر رمضاني أنه المهمة أو الأهمية ديال هذا البرنامج ديالناس الملح وأنا كنشكر مادغاديو كنشكر رأي تنسي الشرحي لأن الفكرة نتاعه أنه ضرورة يعني إحداث ولا إنجاز برنامج خاص كيدكر بالداكرة اليهودية المغاربة ونشرحوا للمغاربة المسلمين شنوها التورة والثقافة اليهودية الخصوصية ديال الحضارة المغربية إذن الراجو هو مكوّل لعمل المتحف علاش لأن المتحف كيبقى مثلا فضاء ضيق هو متحف أولا لكنه متحف متخصص يعني بالتورة الثقافة اليهودية في البداية كانت أكتر الزوار هم يهود يهود في البداية في البداية كان اليهود فقط لأن المسلم كيجي كيقول لكم وش يمكن أن ندخل كيقول سيدي بهذا الشيخ مرحبا هذا المتحفين من هذا المغاربة كلهم المغاربة مسلمين ولا يهود هذا متحف تورتي هو أن كيعرفكم بهذا الجانب اليهودي للثقافة المغربية كان في نطق ضيق المتحف لكن مع راديو خرجنا وكنا أصبحنا في متحف أكتر متحف على الآثير وخلي لزهور في هذا السياق كين بزاف دي النقط دي الاستفهام ويمكن مغارطات كتكون كنت كلمو على اليهود بحل الجالية بحل ناس برانية بحل دي استراتيغيس بحل ناس بلاصة وصفة ماشي دي ونه في حين للزهور من خلال برامجها ولكتاباتها ولكتصريحاتها كتلح على أنه اليهود المغربة ماشي أجايد راجوز بحالي وبحالك وبحال الناس الاخرين كتلقى فيه مدلجاني بديلتها مغربية لحد الساعة للزهور بشكل قوي ما يمكنش اليهود من أصول مغربية كلهم كيعتزوا بالانتماء للمغرب بوحد الشكل ما يمكنكش تصورو وما يخترش على بالك لأنهم كيبقاوا مغاربة سواء كانوا في إسرائيل ولا في كندا ولا في الولايات المتحدة الأمريكية ولا في أوروبا وما مغاربة لأن الملكة تدخل البيت ديالهم ضروري ستلقى الصينية الفضة والبراد وضروري ستلقى التاجين وتلقى تسويدو وتلقى صور سلاطين ديالمغرب يعني صور الفوتوغرافية ديال سلطان محمد الخامس اللي رحمه المغفور للحسن الثاني والصورة ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس هما عندهم وحد تعلق وحد الارتباط وثيق بالبلاد المغرب وملك المغرب مالك تلاقيهم للزهور أنا كنعرف أن تلاقيت عدد كبير ولا يوضاها سواء في المتحف فين كتلمسيتها مغربية ديالهم مازال حد الساعة واخر كما قلت كلي مشى الإسرائيل كلي عيش في كندا كلي مشى أمريكان وكلي بقي هنا معتش حال بقي ديال العدد الفين الفين إلى ثلاث تلت آلاف يهودي مغربي فقط ولكن هذا الرقم ماشي موهم لأن اليهود فين ما كانوا ضروري يجري المغرب على الأقل مرة وحدة إلا ما كانش ثلاثة أربعات المرات في العام يعني العلاقة المغرب لماذا؟ لأن المغرب يعد البلد العربي والمسلم الواحيد الذي يصون المقابر اليهودية يعني المغرب لم يفرد في المقابر اليهودية لماذا؟ لأن كل المقابر اليهودية فيها قبور الحخامات والأولياء والصديقين كي يقولون لهم يعني الأولياء والصلحاء اليهود المغرب كان معروف أنه يعني نقول الحضارة المغربية والثقافة المغربية أنتجت كبار الحخامات في العالم الذين يحترمون من طرف اليهود الأشكناز يعني يهود ذو التقافة الغربية الأوروبية والأمريكية هم اليوم كيجيوا كيزوروا قبور الحخامات المغاربة لأنه منسوش الحخاميم أو الحخامات المغاربة كانوا متصوفة التصوف كان عندهم سلمين وهذه خاصية وعند اليهود كذلك وعند اليهود وعند اليهود وأيضا للإشراء أيضا مبادرة على صاحب الجلالة لأن بمبادرة منها تمت سيانة وترميم مئات المقابر اليهودية في المغرب هاتش عنده دلالته في إطار الخصوصية المغربية في التعامل مع الإيرت اليهودي اللي كنت نصعليه تصدير دستور المملكة المغربية لسنة ألف عام وداشة وهذه هي خاصية مغربية ونقدرون نقوله أنه هذا فريد من نوعه في العالم العربي والإسلامي اللي لم نقول في العالم وقلت لي قبيلة وإحنا نتكلم بأنه يهود من وصول أخرى عربية كيجيو المغرب ما كيمشوش للبلدان الأصلية ديالهم هذا ممنوع ليهو ما يمكنش مع الأسف يعني يهود العراق أو يهود سوريا أو يهود دول أخرى ومن الصعب ما بقاش عندهم ذاك الارتباط هنا على الخصوصية المغربية اليهود يعني هاجروا مجمع دول العالم العربي والإسلامي وما بقاش كيربطهم بالعالم العربي والإسلامي إذا الواحدين يمكننا نقوله اليهود في العالم لكي يحفظوا على ما يسمى بالهوية العربية لليهود لأنه لا ننسوش واحدة المسألة لأنه مثلا ما هو الشائع هي التقافة وللغتاج يعني الإرت اليهودي للعالم الغربي الإرت اليهودي الأوروبي الروسي الأمريكي ولكن الإرت العبري اليهودي الذي أنتجته حضارة عربية إسلامية عريقة ده بيمكننا ما بقاش يتكلموا عليه يعني آخر اليهود الذين يتكلمون العربية أصبحوا قلائل اللي خلقوا في دول عربية إسلامية إذن يعني المغرب كيلعبوا حد دور جبار يعني هو سلفوا لأنه صوت يهودية تنتمي إلى حضارة أمازيغية عربية إسلامية بالنسبة للمغرب فوسي فيساء في الهوية ولكن في العالم العربي الإسلامي كيبقى المغرب هو اللي يدافع له وحدة اليهودية عندها خصوصي عربية إسلامية خصوصي عربية إسلامية نعم لأنها أنتجت وراءة النور في إطار حضارة عربية إسلامية الإرت اليهودي التي ينتمي إلى الحضارة العربية الإسلامية هو إرت غنيون جدا ومثلن بالطبع لأشكال أخرى تماما لأنه ينتمي إلى التقافة العربية الإسلامية ومختلف عن التقافة المسيحية التي تنتمي اليهودية التي تنتمي إلى العالم المسيحي الأوروبي الأمريكي أها ذاكرة سبراك الله للأزهور وهو الأقرب إلى الإرث العربي الإسلامي يعني كان هناك ما يمكنش تفصل لأن هناك تداخل قوي وتمازج قوي أنا دائما للأزهور سمح لي قطعت في هذه النقطة كنشوف بعض المرات فيديوهات خصوصا لليه يهود من أصل مغربي في إسرائيل قبل يحفلها ديال الشعبي وكأن ما عندك شي عارس في الرباط أو لا في التاربيضة أو لا غيره عاجي جدا سمرت مغربية فيهم وخمش أو سنوات هذه هم دبت موصلنا للجيل الثالث نقوله الجيل الرابع لأنه دبت أطفال الجيل الرابع جيل الثالث يعني الذي خلقّوه طمّا ولكن جدودهم والأباء ديال والدهم هم الذي خلقوا في المغرب يعني هم هم ليهاجروا هاجروا الأجداد جيل الأجداد وهاجروا الأب سنوات هيدو الأبناء هذا الطبيعي يقول يهدربه على الدرجة لأنهم تعلمواه في المغرب على مشاوله ولكن اللي هو غريب ويستفز أيضا الباحث هو أن الولادات اللي يحفظون إسرائيل جيل الثالث يتسعلموا بدرجة ويحافظون علىها لأن الوالدين ديالهم هذه من مقومات يعني من أسس من أسس الهوية المغربية عندهم تم ضروري يعني تكلم دارجة دارجة المغربية دارجة المغربية وملك يجوا هنا تتكلموا الدارجة وعندهم إنتاجات أدبية سينمائية فعندما عندهم في حال الآن مضمم واحد الحركة في حالي كتقول يعني في حالي واحد نوع من التأر للجذور للأصول في هذا الجيل التالي يعني جاء أنه بغي كيفاش نقوله يعني كالزم عليهم الاعتراف بهويته نعم الاعتراف بالهوية المغربية داخل إسرائيل هو كان مضم الحركة يعني ديال شباب من أصول مغربية عندهم إنتاجات أدبية غزيرة إنتاجات سينمائية أفلام معارض يعني ديبياس مسرحيات والكل بالدارجة بالدارجة المغربية بالدارجة والمغرب هو كل شيء والأصل كيغنيوا بالدارجة كيغنيوا بالدارجة كيحكوا بالدارجة القصص فيها دائما عندها ارتباط بالمغرب أرض المغرب بحكايات بداكرة وهنا في المغرب للأزهور وأنا كنتكلم معك كنتك ترفضي نتكلمو على ثقافة يهودية كنتقول هذه ثقافة مغربية عندها واحد صبغة يهودية في المغرب دابا كين الملامح هذه الثقافة يهودية مستمرة؟ لا أنا مشيكا نرفض أننا نتحدث على ثقافة يهودية كين هناك ثقافة يهودية في إطار ثقافة مغربية شاملة جزء من الثقافة المغربية لا يتجزأ وجزء عريق وقديم عنده ألفين عام ونصف الإرث اليهودي المغربي ماشي سهل عنده ألفين عام ونصف يعني متجدرة عندها جذور وشنو قلت لي في السؤال ديالك؟ أنا را كنسمعك وعندي واحد درجة ديال الفوضل لا تتصور وهذا الوقت اللي عندنا في البرنامج راها ما كافيش أنا كنقول في المغرب لا أكيد غادي نعاودوك أي في المغرب فين الملامح ديال الثقافة اليهودية اللي احنا ما كنردوش لها البالي يمكن في ماكلتنا يمكن في الباسنا يمكن في الغنا ديالنا يمكن في العادات والتقاريد ديالنا شوفوا من الصعب يعني كين هناك تداخل قوي وهناك تمازج يعني الثقافة بصفة عامة فيها واحد تداخل وفي إطار الثقافة ما يمكنش تدير واحد للحدود عديد ديالهم عديد ديالنا أنا إلى الأخص أعود بالله من قولي من الناس اللي كان قد نرفض نقول هذه ديالي هذه ديالكم هذه ديالي هذه ديالكم لأن كل Therefore كل ذيالنا هو مشترك يعني مثلا ربما مثلا في الأكل كين خخصوصيات من اللي всегда نقوله سخينة سخينة هي هكذا كل بلا الهذي لما يوجدون اليهود لليللد السبت يعني شبط بوغلوا شبط نهارد السبت اللي ي Hana控 земة وي utveckع نهارد السبت مع الطناش يعني من خصوصات المطبخ الياهود المغربي هناك سخينة ولكن ما نسوش أن المغاربة المسلمين لدينا مقابل سخينة هي الهرجمة ها سخينة عند الياهود هي الهرجمة تختلف شيئا ما في إضافات في توابل ولكن كيبقى يعني طابق راكين تشابه كبير ما ستقول لي سكسوب سبع أخضار كل شيء يديرو مثلا نديرو كندن في حاجوزة أو الناير سبع أخضار وهم كيديرو فغوشة شانة يعني فراس السنة العبرية سكسوب سبع أخضار مثلا بركوكوش معرفش يمزل ناكلو ولكن في العيد مثلا سوكوت دنوالة كيدرو بركوكوش شنون نقولوا يعني لي سالة دماغو كان هما موتش نفس لي سالة نفسها نفس الأشياء يعني ما يمكنش نفصلوه بين المكوين اليهودي والمكوين المسلم نحن لك تداخل ما يمكنش قوله هناك تقافة مغربية تجمع الجميع لأن الثقافة هي أقوى من الدين يعني أن الدين يخضع بالثقافة احنا مثلا في رمضان رحنا كنديرو الحريرة احنا جاوبتك على السؤال الأول باش نستفع الحريرة فهمت وفهمت الناس واحدة ليهود مغاربة عندهم الحريرة إمتى كيدروها مثلا كيدروها في النهار اللي كيكونوا صايمين فيه في يوم كيبوخ إذاً غايكون صعيب الفصل ويمكن هالتنوع والتعدد دي الثقافة المغربية ولي كيبرزتش وحدينا لا يفهمونا شلل الأزهور لا يمكنش تفهمنا من الصعب خصوك تكون مغربي وجاي من الداخل باش فهم المغربي يشوف أنا دائما فيما يتعلق باليهود المغربية يقول كان يهود العالم بوحدهم وكان يهود المغرب علش فالارتباط بالمغرب لأنه يقوي أيضا فيما يتعلق بالمجموعة المتحفية لأن حتى الأسماء ديال هادشي دلي كنسميو إحنا يليزون جيد لك عندهم تسميات محلية مغربية يهود كلهم أنهم تافقين كيعطوا واحد تسمية كجيت المغرب ومعطين أسماء خاصة تنبتقوا من الثقافة المغربية ثقافة المغربية هاد قوة الثقافة الثقافة المغربية من سهلواش الثقافة عارقة جدا عندها والخلاصة للأزهور هي أنه المغرب فوسي فيساء ما يمكنش تقطع حاجة على حاجة أنا ضد الثقافة دائما فيها تداخل يعني كين عطاء العنصر اليهودي وكين عطاء العنصر الأمازيغي عطاء الحضارة العربية الإسلامية في المغرب لأن احتهي رأي تكونات ولا خضعات لثقافة المغربية المحلية ثقافة المغربية غنية بإرتيها الأمازيغي لأنه هو اللول الخصوصية تأتي من العنصر الأول العنصر الأول هو الثقافة الأمازيغية ومن بعد يتفرع عليها وكيتطور بشكل أخرى ومن بعد رحنا يتلقينا بزافة الحويج يعني الدين الإسلامي يجاب لنا بزافة الحويج مجرات من الشرق الأوسط العرب بقيته بأجياء كثيرة هناك الإرث الأندل وسيحطانا وهناك الإرث المتوسطي ولكن أعطونا وعطيناه واخضوه مننا وتأسستوا على الحاجة اسمية الهوية المغربي لكن هذا الشيء كامل شاهيتنا في الهرق مائل للا زهور مرحبا سيدي لا يطولي لا يطولي عملك طيب ما بقاش الوقت بزاف نشوف شنوكين على الشاشة باش تعلق للا زهور أرحيحل ونبدأو أنت يعاش قطع السياحة بالمغرب ووزيرات وصرح استقبلنا 11 مليون سائح في 2022 العام لي دس تعليقك للا زهور وتبارك الله احنا كمغربة احنا فرحانين بزاف لأن من مقومات خصوصيات المغربي هو الانفتاح واستقبال الآخر وعنا حسن الضيافة تبارك الله وشفتي من اللي كيجوا عندنا الناس كمحمروا لوجه الحمد لله ونخص ننشير أنك هنا سياحة يهودية أيضا هناك اثماء بالسياحة المغربة اليهود في العالم دهو أصول مغربية لذا باك يجوا بكثرة وأيضا جميعا أنا قلتها القبيلة وقلتها أن حتى اليهود من أصول عربية أخرى يأتون إلى المغرب السياحة في المغرب أيضا اليهود أمريكان يأتون أيضا إلى المغرب هناك عشق كبير للمغرب الحمد لله الله يضومه عشق نشوفه فيديو مقطع فيديو موسيقى ودعنا شيء خلصنا نعرفه شنو عنا خلصنا ندرسون حنو عنا واحتحت لأنها إذا ما قلت لك هو خلصنا نعرفه من جنو عنا حنا نولينا وكرسنا نعرفه شنو عنا لكي لا يمكن أن يأتي للأطلس والأسود الأطلس أتوعني أتى إبداف الفارق الوطني المغربي سبارك الله حمرين يوجد مع السيد القراجي سبارك الله ها تقول إنها ذات مسألة اللي قلت لأن حسب عقلية مغرب يوم من الداخل والإيمان. الإيمان بالقدرات. هذا مهم. إحنا خسنا ترجع لنا شوية ثقة. نكون مفتخرين. الثقة والنية. نريد أن نذكر هذا أسود الأطلس ديال بالصحف حديقة الحيولة بيتمارة. طبيعة الحال كنلعب الكرة من بعد ما لعبناها في قطر. باش نساليو بصورة والتعليق لزهور الحيحة. هذا المرحوم شمعو الليفي. الرافق شمعو الليفي كي يقولولو. الرافق شمعو الليفي. اليساري الكبير. المناضي الوطني. هذا شمعوه كان وطني كبير. يعني بالوفاة ديالو يعني دوزنا واحد لبهج. واحد تاريخ اليهودية المغربية. في حالة الناس ما بقعوش. وهذا مدرسة. جبل شامخ. يعني أنا كنحس نفسي أنني محظوظة. أن في الطرق ديالي. نلتقي تهدسي. لأنه مدرسة ومعلمة شمعو الليفي. لأنه ناضل كثير من أجل تأسيس المتحف اليهودي المغربي. في الدار البيضاء. ومن الآوائل الذين ناضوا بالتعددية التقافية. يعني بالتعددية في الهوية المغربية. وفي الشخصية المغربية. وفي التقافة المغربية. كان غير جيداً على المغرب. وكان يحب المغرب كثيراً. يعني مثاله المناضل. الفريد من نوعه. وكان ناضل في السياسة. ومن بعد أخر أيام. وناضل في الثقافة. في الثقافة. وحدث هذا المتحف. ويرجعوا الفضل إليه. يرجعوا الفضل إليه. وتبارك الله عليه. والله يرحمه. الله يرحمه. شكرا لك لله. زهور رحيحل. شكرا لك. والله العظيم إلى وجبة ثقافية ممتعة. اليوم زي ما تصنط لك. وما زال غير تصنط لك إن شاء الله. محبا السيدي. في مناسبات أخرى. شكرا لك مرة أخرى. زهور رحيحل. شكرا للفريق التقني الذي رفقنا في هذه الحلقة. شكرا مشاهدنا. تلقوا الأسبوع المقبل. حصة جديدة مع رمضاني. أخير ودعوانا. الله يخبرنا في صباحنا. السلام عليكم. شكرا لك.